موسيقى موسيقى مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما سعيد مليام بالامل والتفاؤل يا رب تكونوا عارفين تحطوا بنزين يا رب تكونوا عارفين تحطوا جاز يا رب ما تكونش بكرة يعني او النهاردة نتمنى زي ما قالت الحكومة انه اه حيدخوا عدد كبير جدا من اه البترول في محطات البترول اه ويا رب نحل مشكلة النقل العام خصوصا ان الناس مش عارفة تروح شغلها وبتتبهدل بشكل غير طبيعي. اه من ضمن الفاقرات اللي حن اه عندنا النهاردة في اه تلاتة وعشرين مارس الفين واتنشر حضراتكم لو بتروحوا اي مول او اي مكان بتشوفوا تلفزيونات كم كبير جدا من التلفزيونات او بمعنى اصح زوء البعد الثلاثي حضراتكم اكيد بتروحوا افلام اجنبية بزوء البعد الثلاثي بتفرجوا بالنظارات اللي حضراتكم اكيد لبستوها او شفتوها قبل كده اه بحيس ان احنا نشوف المشهد بالبعد الثلاثي مجسم. عندنا فقرة خاصة عندنا ضيف النهاردة عمل فيديو كليب لاول مرة في مصر اه فيديو كليب سلاثي الابعاد. ضيفنا اه فارس طاج مصور ومخر كليب العشوائيات. اه. وهيكون معنا فقرة اه النهاردة هتكون اه يعني هو اسمها غريب شوية هو اسمه فريق المشرحة. اه. يعني هو اسم يعني يعني يقبط شوية واسمه تقيل مش عارفة هم ما سموه كده ليه بصراحة عتكون اه ضيفة معينا استاذة رنائل درديري ودكتورة مونة عبدالغني. اه. هيكون معنا اي كمان يا شريف? هيكون معنا اخيرا اه الحقيقة دكتور واقل البنة وهو اخصاء النساء والتوليد. واللي هيكلمنا عن اخر الابحاث واخر المشاكل كمان اللي ممكن تكون موجودة عند حراراتكم او الاسئلة اللي ممكن تكون عند حراراتكم ده هيكون مع ايمان وده هيكون في اخر الفقرة. لكن قبل حاجة بيكون معنا ايه عشر دايمان. اه هنبتدي بفقرة الصحافة سريعا مع زميل شريف والاستاذ طارق صلاح الصحفي بالمصر اليوم. نهاركم ان شاء الله جمعة مباركة باذن الله.